تعالوا نقعد نفكر كده مع بعض بصوت عالي فيما هو متعلق بتكلفات وتوجيهات الرئيس بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين خد بالك يا دي مش اول حزمة حماية اجتماعية تقريبا خلال 10 يا سيدي اول 11 شهر يعني اذا حابب ان احنا النهاردة كده نبقى 26 خلاص يا يوسف شهر 11 على الابواب انا موافق احنا بنتكلم تقريبا من فبراير لحد النهاردة من شهر 2 من 24 فبراير لحد 26 11 7 شهر دي مش اول حزمة حماية اجتماعية للمواطن العادي جدا اهلينا اللي في الوظائف اهلينا اللي في الارياف اهلينا اللي محدودي الدخل الى اخير طيب حزمة الاجراءات متعلقة بايه متعلقة بانه المواطن نحاول انه خفف ما عليه من اعباء متعلقة بايه الريس عايز المواطن يقدر يعيش قدر الامكان كويس في ظل وضع اقتصادي اكتر من سيء في العالم ويمكن مهم ان حضرتك تعرف الكلام ده ورجع ورايا بالمناسبة اذا كان ليك صديق قريب زميل حد تعرفه ولو معرفة عابرة اسألوا كده عن الاسعار بتاعة المنتجات والسلع اللي موجودة في كل حياتها في الدنيا بما فيها الولايات المتحدة الامريكية انا ليه صديق عزيز جدا جدا اخ يعني عايش في امريكا وبالمناسبة يدرس في الجامعة علاقات دولية وعلوم سياسية وما الى ذلك الراجل ده مصري زينا يعني فالراجل ده بيحب يأكل العيش بتاعنا زي العيش البلدي طبعا امريكا مش هتلاقي فيها عيش بلدي يا بوردة بتاعنا ده لكن فيها على الاقل اللي احنا بنسميه عندنا مثلا العيش الابيض ده ندور الحلو الجميل طيب الكيس ده بتاع العيش كان صاحبي ده يروح ودور ورايه يروح يشتريه من السوبر ماركت زمان ولا من المحل ولا من البقالة سميها زي ما تسميها بحوالي دولار واربعين سنت دولار وثلاثين سنت مع تصاعد الازمة الاقتصادية لضرب العالم بما فيها امريكا حتى وان كانت امريكا هي اكثر الرابحين يعني لكن او اقل الخاسرين بتعبير اخر لكن نفس كيس العيش ده هو هو بقى بثلاثة دولار ونص يعني زايد اكتر من الضعف ده العيش في امريكا امريكا من منتجين القمح بالمناسبة اكبر اقتصاد في العالم اقوى اقتصاد في العالم الدولة الاكثر قوة وسيطرة في العالم طب هو الطباخم في بريطانيا قد ايه يعني هنا لازم تقعد تسأل نفسك هو ولي ليسترس استقالت وجيه رئيس الوزراء الجديد وعشان معدل التضخم اللي وصل في بريطانيا 14% المواطن البريطاني لمس السقف لمس السقف وخد بالك الاجراءات مثلا اللي حصلت في بريطانيا من ضمنها كان عشان بس هنا وانت بتقارن بقى تقليل الضرائب على الناس اللي بتدفع الحدود القصوى تعرف الحد الاقصى الضرائب في بريطانيا ضرائب تصعودية فنصل في اعلى شريحة فيها الـ 45% فالاجراءات اللي خدتها ليسترس كانت متعلقة بايه خفض الضرائب عن الناس اللي بتدفع الـ 45% اللي هم الأعلى دخلا في بريطانيا مصر عام للعكس مصر بتنزل الضرائب وده بالمناسبة إن هي الايام يعني القرار طالع من مجلس الوزراء يتحول لقانون يعرض على مجلس النواب على الأسبوع الجاي هتلاقيه بإذن الله سبحانه وتعالى خلصان فيبقى الضرائب في مصر بدل ما كان حد الإعفاء الضريبي 24 ألف بقى 30 بقى 30